وحضرتك سألت ثلاثة أسئلة مختلفة إنما خليني حرود عليهم سريعا كيف سيستفيد المواطن بالتأكيد لما حيبدأ يحصل نوع من الاستقرار في الاستقرار المالي التضخم حيقل حتبدأ معدلات النمو تزيد الأهم لما يبدأ نسبة الدين وخدمة الدين تقل كل ده حيفتح لي أكتر من مجال أولا استقرار أسعار إن الدولة تزود نفقها على المشروعات اللي تهم المواطن المصري في خلال الفترة الجاية بصورة أكبر زي ما كنا بنعمل قبل هذه الأزمة وبالتالي حنلاقي إن في استقرار سعري واضح جدا للسلع حيكون هناك نمو متزايد وبالتالي خلق فرص عمل كبيرة للفترة الجاية إحنا عندنا تحدي مهم جدا يا جماعة إحنا دايما بنتكلم عليه ومهم إن إحنا كلنا نخبرنا منه حتى هذه اللحظة نسب البطالة بتاعتنا في نسب مقبولة جدا وقليلة جدا يعني إحنا ستة ونص وبنطمح إن هي كمان تنزل عن ستة في المية في الفترة الجاية طول ما الدولة قادرة على خلق فرص عمل لشبابها طول ما ده كله شيء جيد جدا ومحمود وبالتالي لازم نبقى عندنا الرؤية إن أحيانا الدولة لما كانت بتتدخل بمشروعات قومية كان مش فقط عشان نعمل المشروعات بس وهي نفسها مطلوبة ولكن كمان كانت عشان نخلق فرص عمل فإحنا عندنا النهاردة إن مش عايزين البطالة ترجع تاني لنسب عالية فهو ده التحدي اللي إحنا شغالين عليه فبالتالي اللي حيبقى كل ما حنقدر نصلح كل ما معناها فرص عمل أكتر نمو أكتر دخل أكتر للمواطن أسعار بتستقر وربنا يقدرنا إن بعضها كمان تنزل هو ده اللي يهم المواطن إحنا شعرين تماما بوطقة تدعيات الموضوع في الأسعار اللي بتزيد للمواطن وخلينا أقولها بمنتهى الأمانة لو ما كانتش الأسعار دي بتزيد كان حيبقى المواطن يعني ما عندوش أي شكوى من كل اللي بيحب بالعكس هو يعني المشروعات بتحصل طفرة بتحصل في البلد بلد شكلها بيتغير نموه بيحصل كل ده كان حيبقى بالنسبة له شيء محمود جدا بالتأكيد المشكلة الحقيقية مع الأزمة اللي حصلت والتضخم وارتفاع الأسعار بقى المواطن بيقول أنا مش قادر على التعامل مع هذا الموضوع كل تركزنا الدولة الفترة الجاية إزاي ننزل بهذه المؤشرات السلبية اللي كانت على كاهل المواطن ونحقق الاستقرار في خلال الفترة الجاية المرحلة التانية من حياة كريمة إحنا بدأنا بالفعل في عدد من المشروعات الخاصة بالصرف الصحي تحديدا ومياه الشرب والانطلاقة الكبيرة للمرحلة التانية إن شاء الله اعتبرها من العام المالي القادم إحنا النهاردة بننهي كل مشروعات المرحلة الأولى بدأنا في عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للمرحلة التانية ولكن انطلاقة الكبيرة هتبقى من العام المالي القادم آخر حاجة التروحات وده كان جزء من النقاش مع الصندوق إن هم بيتطمنوا هل الدولة المصرية هتلتزم وحتفضل مستمرة في برنامج التروحات ده اللي أكدناه على حضراتكم وإن شاء الله يمكن مع السيد وزير الاستثمار وحضراتكم عارفين هو المشرف دلوقتي على الصندوق السيادي حيبقى في خلال يمكن إن شاء الله قبل آخر الشهر ده هنعلن عن البرنامج والشكل الجديد لبرنامج التروحات في خلال الفترة القادمة بإذن الله اشتركوا في القناة